ترأس سعادة السيد عارف خميس وكيل وزارة المالية وفدى مملكة البحرين في أعمال الاجتماع الثاني والخمسين للجنة وكلاء وزارات المالية والاقتصاد بدول مجلس التعاون الاجتماع ضم عددا من رؤساء وأعضاء الوفود المشاركة من دول مجلس التعاون الذين سارعوا نحو الاتفاق على الصيغ والأليات الكفيلة بضمان التنفيذ الكامل لقرارات المجلس الأعلى ذات الطابع الاقتصادي خاصة فيما يتعلق باستكمال المتطلبات الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة اذ تم مناقشة السبل العملية الكافة المؤدية إلى تسهيل انتقال الشاحنات وتطوير المنافذ الجمركية بما يتوافق مع أحدث الممارسات الجمركية العالمية كما استمى استعراض المحاور الأساسية لمحضر لجنة محافظية المؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون والنظر في الضوابط المقترحة من قبل لجنة التعاون الصناعي بشأن إعفاء مدخلات الصناعة من الرسوم الجمركية بالدول الأعضاء بهدف تحصين دول المجلس حيال قضايا الإغراق والتدابير التعوضية والوقائية ناقش الموضوع جدول أعمال الاجتماع وكذلك المحاضر للجان المختصة بدءا بمحافظي البنوك المركزية وانتهاءا باللجان المنبثقة فيما يتعلق بكل أمور التعاون المالي والاقتصادي في دول المجلس وكل ما يحقق الخير للمواطنين من ناحية انسياب التجارة من ناحية المعاملة بالتساوي في دول المجلس للمواطنين كان في اجتماع هام لرؤساء ومدراء عموم هيئات الضرائب في دول المجلس وكل المواضيع التي تفقوا عليها أمس اليوم أصحاب السعادة الوكلة أيضا رفعوا فيها توصيات لأصحاب المعالي الوزراء لإقرارها غدا حتى تكون دول المجلس تعاون جاهزة للتطبيق الضريبتين الضريبة القيمة المضافة بداية من 2018 وأيضا الضريبة الاتقائية حينما تكون الدول كذلك جاهزة بخصوص أنظمتها وقوانينها الداخلية